وحدة أمنية جديدة تعصز البنيات الشرطية الخدماتية قاعة القيادة والتنسيق بولايات القنيترة من شأنها الجمع بين مستويات متعددة للتواصل والتنسيق الأمني الداخلي وبين مصالح الأمن الوطني والمواطنين مهمتها الرئيسة الاستجابة لنذاءات النجد الصادر عن المواطنين ضمن منظومة تواصلية بين الوحدات الشرطية الميدانية هذا المرفق الأمني في حلته الجديدة يتوفر على معدات تقنية ولوجستيكية جد متطورة الهدف منه هو تلبية نداءات المواطنين الواردة عبر خط سعطاش في تنسيق تام مع الوحدات الميدانية الوحدة المتنقلة لشرطة النجدة التي تعمل على مدار الساعة وتتوفر على معدات لوجستيكية منها سيارات وكذلك دراجات نارية هذه المنشأة الأمنية المتكاملة من الجيل الجديد تتضمن قاعة متعددة الاستعمالات بمجموعة من مناودية الخدمات يستقبلون نذاءات النجدة الواردة من المواطنين عبر الخط الهاتفي 19 بالنظام عمل مستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع كما تضم مجموعة من الخدمات الأمنية الأساسية والحيوية في مبنى واحد يجمع بين الهندسة المعمارية الحديثة والمعايير التقنية والوظيفية التي تواكب التتور في عمل مصالح الشرطة قاعة قيادة والتنصيق تتكون كما تشوفوا من منصة الكاميرات الحضارية هذه الكاميرات الحضارية تتضبط الفعل الجرمي بالشريع العام كذلك كما تتكون كذلك من منظومة 19 هذه منظومة هاتفية عالية الدقة يعني كتتتقبل واحد من جموعة هذه المكالمات هذه المكالمات عبارة على شكاية المواطنين الشريع العام في آن واحد لما تتلقى ذلك الشرطة عبر 19 شكاية المواطنين كعكسها مباشرة على منظومة أخرى التي هي منظومة لاسلكية المكالمات الرديو فونية مباشرة تعكسها على الوحدات العاملة بالقاطع التي تسمى الوحدة المسلقة للشرطة النجدة التي تقوم بتدخولات فورية في وقت معقول واجز لهدفه منه وكما سقط إشارة جويد لعمل الأمني والتنزيل حكامة أمنية لمفاتئة المدرية العامة الموطنية تنص عليها وتسعى المدرية العامة للأمن الوطني من خلال تعميم قاعات القيادة والتنسيق على مختلف المراكز الحضرية الكبرى إلى تحقيق نسبة عالية من النجاعة في التدخلات الأمنية وتقليص مدة الاستجابة والانتقال الميداني وتعزيز التواجد الأمني في الشوارع على وتنعلى تقريب الخدمات الشرطية من المواطنين والمواطنات